بيتك بيتك في المدف إلهنا إشارة كنيسة بيتك هو سيدك وسط الرحلة والغربة ملكت يا صعيمتك في بيوتنا عيشي ليسوع نبقى شهادة لكل جموع هدفنا مده واسمه وحده نبقى مثلو للربوع في بيوتنا عيشي ليسوع نبقى شهادة لكل جموع هدفنا مده واسمه وحده نبقى مثلو للربوع أني بتنا طوبة طوبة صلاة الله سفحات محسوبة تسفحة نليك محبوبة بالصعاب تمسح دموع بالصعاب تمسح دموع بيتنا يا ربي بيتك مساء الخير أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بيتك بسوط جدا نهاردة أني احنا نكون مع بعض لمرة كمان نتكلم عن موضوعات تخصنا تخص الأسرة وتخص البيت بسوط جدا أني احنا قادرين أني احنا نوصل لكم وانتم توصلوننا وأن احنا متواصلين مع بعض زي ما أعدناكم أني احنا هيكون عندنا فقرة نعيد على الناس اللي عيد جوازها أو الناس اللي حصل عندهم زفاف وكونوا أسرة جديدة ونضموا كمان لنا كأسرة لبرنامج بيتك بيتك يمكن هم مخطوبين كان كل واحد فيهم بيتفرج على البرنامج وهو في حتة النهاردة هم عاديين مع بعض يوم ومعانا في برنامج بيتك بيتك خلينا نطلع مع بعض نشوف ايه الحاجات اللي عندنا النهاردة المعايدات والتهنات ونرجع لكم تاني موسيقى 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 يا رب تكون بداية حياة سعيدة لكم حياة كلها بركة حياة كلها نجاح وانتو برضا تفضلوا تتابعوا برنامج بيتك بيتك احنا كبرنامج بيتك بيتك وفريقا لكم احنا بنحبكم جدا 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 تعالوا نرجع مع بعض نكمل ونختم بقى كفاية كده السلسلة اللي هي فيها الحلقة نمرى اربعة النهاردة وهي تحديات الاسرة اتكلمنا في ثلاث حلقات اللي فاتوا على تحديات داخلية للأسرة حاجات من جوه الاسرة النهاردة نتكلم وبسرعة عن تحديات خارجية الاسرة ملهاش دخل فيها التحديات اللي فاتت الداخلية كانت هي طلعة من الاسرة الاسرة هي اللي بتعملها الاسرة هي اللي بتصنعها الاسرة هي المصدر بتاعها النهاردة التحديات الخارجية هي تحديات خارجة عن ارادة الاسرة يعني الاسرة ملهاش دخل فيها الاسرة موجودة والتحديات دي بتضغط عليها اول هذه التحديات وانا بكلم الاسرة في عمومها زي ما اتفقنا ما عندناش ولا اديان ولا طواقف كل واحد انا بكلم كل الاديان برنامجنا بتاع كل الاديان برنامجنا بتاع كل الطواقف احنا برنامج اجتماعي ولا احنا برنامج ديني ولا سياسي ولا اي حاجة فاول تحدي يوجه الاسرة اول تحدي يوجهها وهو تعدد الديانة ايه ده ايه ده التعدد الديانة هو تحدي خارجي للأسرة وخصوصا وجود الموجات التكفيرية الظلامية تعالوا ندخل شوية في الموضوع ده علشان نوضحه شوي في الحقيقة ان تعدد الديانة ده موجود منذ قضيه منذ قرون عديدة جدا كل المجتمعات تقريبا فيها تعددية في الديانات مجتمعات قليلة جدا اللي هي فيها الديانة واحدة لكن اكثر المجموعات واكثر الكيانات واكثر الدول واكثر المجتمعات على مستوى العالم كله فيها تعدد الديانة الديانات عايشها مع بعضيها وفي الحقيقة الغات وقت قريب جدا لغاية يمكن عقد أو عقدين يمكن عشرين سنة ولا خمستاشر سنة كان مفيش فواصل كانت الناس عندها مبدأ احنا عايشين مع بعض احنا في بلد احنا في مجتمع احنا في مؤسسة احنا في شغل احنا ما يخصناش انت ايه دينك ولا ايه مش دينك مناش تعوى احنا اخوات احنا متحبين انت عندك عيدي عمنا بعيد عليك انت عندك مناسبة اعملها اعملها براحتك انت عايز تصلي صلي ما تصليش ما فيش تدخلات لكن في الحقيقة ان هذا المجتمع هذا المجتمع اللي كان مجتمع مفتوح مجتمع بتاع الناس كلها اصبح فيه بروز لمشكلة الموجات الظلامية بدأ يدخل بعض الافكار اللي تفصل الوحدة دي عن المجتمع فالناس بدأت تحس بتعدد الديانة دي الناس ما كانتش بتحس بتعدد الديانة غري يوم الجمعة المسلمين راحين يصالوا يوم الحياة دي المسيحين راح يصالوا لكن بيت ايام الاسبوع الدنيا ماشي عادية جدا نيجي في الاعياد احنا بعيد بس برضو احنا بنعيد مع بعدينا يعني ونقابل بعض بنتفسح مع بعض وكل حاجة في العيد ده برضو نفس القصة يعني ما اللي عامل كحكة ولا عامل حاجة كلنا بنقول مع بعض كلنا بنعمل مع بعض في الضحية كلنا بنبعث لبعض بص القصة كانت ماشية لكن حصل كده تعدد الديانات فبقيت وحده من التحديات اللي بتواجه الاسر دي وفي الحقيقة ان تعدد الديانة ده لو خدناه بالوجه الايجابي الاول يعني خلينا نقول ان تعدد الديانة دي حاجة حلوة تعدد الديانة دي تخليك متمسك بدينك كل واحد فينا عايز يطلع دينه فيطلع الامور الحسنة في الدين عشان هنا معايا واحد انا ادين بدين وهو ادين بدين يعني فكل واحد بيطلع الامور الحسنة في دين وحاجة ايجابية حاجة حاجة كويس خارس كل واحد فينا بيطلع الامور اللي تبين الدين ده ان هو دين سلام ودين محبة ودين رخاء ودين عطاء واننا الخير اللي في ديني اكتر فيعمل خير اكتر ويعمل محبة اكتر ويعمل توافق اكتر ويعمل قبول للاخر اكتر ففي جانب في جانب ايجابي في الحقيقة يعني يتعدد الديانات دي وفي الاخر ربنا هو الحكم بقى ربنا هو اللي هيحكم ربنا هو اللي هيقول مش احنا يعني ولا انا ولا انت وحنا من مدة كده اتكلمت انا عن القصة دي بشيء من التفصيل يعني لكن فيه وجه سلبي وده يعني تعالوا تعالوا نتكلم فيه شوية نلمس معه شوية الوجه السلبي الوجه السلبي ان احنا نحس كل مجموعة ان هي منفصلة عن التانية ان كل واحد يكون عنده فكرة عن التاني فكرة مسبق عنده احكام مسبقة عنده الدين ده غلط الدين ده كفار الدين ده ارهابي الدين ده وعش الدين ده مش عارب يعملوا ايه في الجامع بيتأمروا على ايه والدين ده مش عارب يعملوا ايه في الكنيسة وكلها كلها ايه كذب في كذب في كذب وفيها الغالبية العظمة جدا هي افتراءات ربما يكون في بعض الأمور يعني تحتاج إلى شيء من التحقق يعني اختلاف العقائد الدينية دي واختلاف الإيمان على الله أنه كل السلب بتاعه أنه كل واحد شايف الله بطريقة يعني بيرضى الله بطريقة في ناس بترضى الله بأعمال وناس ترضى الله بإيمان في ناس العبادة غير العبادة والطريقة غير الطريقة والأحداث غير الأحداث فدي مرات يعني بتخلي الناس مختلفة لبس غير اللبس البعض القيم المجتمعية كل واحد دينه بينادي بحاجة فدي تعتبر من ضمن المشكلات مش فرقة معنات كتير كأسرة يعني لأن دي مشكلة مجتمع أو مشكلة دول فإحنا كأسرة إحنا ماشيين اللي بيمشي على كل الناس بيمشي علينا بس فيه فيه أمور تخص الأسرة في خصوصيتها يعني بمعنى مثلا التدخل العقائدي إن إحنا في عقيدة مثلا الزواج أو الميراث الدين ده عنده شرائع وده عنده شرائع طب إحنا عايزين في مجتمع واحد طب القانون بيحكم بأحدى بأحدى الشريعتين يعني أو أحدى الفئتين فدي بيحصل ليه بيحصل فيه مشكلة إن إحنا مثلا إيه كمسلمين نطبق أن يشريع المساعين بيقولوا إن المراسل الراجل زي الست كتاب مادة ستعم بيقول كده لكن الشريعة الإسلامية تقول إن للرجل يعني حظ الأنسان هنا طب نطبق مين فيهم مين الأحصى مين الحلو فإيه يحصل شيء من الارتباك وفي الأخير كل واحد يطبق يعني يطبق ما يرى أو يطبق دينه أو يحتكم إلى القانون ما في الغالب القانون هو قانون قانون دولة يمشي على الناس كلها فيه شرائع الزواج مين يجوز من مين الولد المسلم لما يحب بيت مساحية يتجوزها ولا الولد المسلم لما يحب بيت مسلمة يتجوزها أيوة ولا لأ المجتمعات ترفض والمجتمعات تقبل والمجتمعات تحكم بصوا فيه هنا تدخلات في الموضوع ده هنا لأ وهنا أيوة ده لأ وده لأ بص أنا مش عايزة تصير الموضوعات لكن بحاجة أقول لكم إن التعدي بتاع الدين يعمل كده يعني التعدي بتاع الدين حتى يغير شكل اللبس بتاعنا فكل دي أمور صحيبية كل دي أنا باعتبرها إنه ده تحدي تحدي للأسرة لازم تتوافقه لازم تتوافق معه بأنه هو إيه الدين لله الوطن للجميع لا حديثة في العقائد دول مبدئين دول مبدئين لازم لازم نحطهم مبدئين لازم نفكر فيهم الدين لله الدين لله المجتمع والوطن للجميع إحنا بنعيش مع بعضينا إنسان لإنسان والدين ده بتاع ربنا إنت تعبد ربنا بالطريق إنت بتعبده هو هو بقى يقبل هو ما يقبلش دي قصة ربنا مش قصة حد يعني والفكرة إن الحديثة في العقائد بلاش نتكلم عشان نختير في أخي أمن بما تؤمن أنت حر وأنا أمن بما أمن أنا حر ما تتدخلش في عقدة الله التحدي الأولاني الخارجي هو تعدد الدينات التحدي أسف التحدي التاني هو تعدد العادات والقيم والتقليد واختلافها من إقليم إلى إقليم يعني اختلاف مثلا الأهل الصعيد العادات والتقليد بتاعهم غير بحري بحري يعني منفتحين شوية الأهل الصعيد في الغالب يعني ليهم عادات مقفولة فكل مجتمع هنا في تحديات بتاعه الجماعة بتوع بحري الصعيدي لما يروح بحري يعني يعاني أولاده من الانفتاحية اللي موجود فيها المجتمع ده والبحري لما يروح يسكن في الصعيد يعاني أولاد وافراده من هذه الانغلاقية اللي موجود فيها تحدي هو تعدد القيم نعمله إزاي نعمله إن في مبادئ عامة في مبادئ عامة في مبادئ دينية في مبادئ أخلاقية في مبادئ سلوكية هي ما تطبق يعني أنا لم يعيش في أي مجتمع المبدأ العام مثلا ما يكون الحشمة ده مبدأ عام ده بتاع الاتنين فما فوش كلام مثال يعني أنا جبت مبدأ الحشمة يعني واللبس وأما أدراكم ما اللبس مش هتكلم عن اللبس عشان ده إيه صبوروا عليا بس صبوروا عليا بس في حلقة خاصة حلقة خاصة عن اللبس وخصوصا الستات ولأ ما الرجالة برضو ما الولاد بتاعنا برضو استنوني بس في حالة قريبة كده أو أعدكم فيها يعني بالأسوعة أو أعدكم فيها بكلام لأسوعة خلينا نكمل التحدي التالت وهو تحدي خطير جدا أنا بسميه كده إعلام الميكس إعلام الكوكتيل وهتكلم شوية في النقطة دي وبعد كده يعني يمكن ده موقتي مش كتير إعلام الميكس ده هو إعلام فيه فيه الجيد والصيء في وقت واحد في عمل واحد ييجي فيلم فيه علاقة يعني أهد لحضراتكم مثال بسيط جدا رمضان اللي فات كان فيه مسلسل هو بيقوله عليه قصر الدنيا مسلسل ناجح جدا جماهيريا يعني الناس كلها كانت بيستناها الإعلام كل تكلم عنه أعلى أعلى أسعار وأعلى مبيعات والنجم بتاعه خد أعلى فلوس هذا طبعا حضرتكم عارفون تعرفوه كمان من الكلام يعني المسلسل ده كل المسلسل بيتكلم عن القوة وعن السطوة وعن أغز الحق بالإيد وعن تجارة غير مشروعة والأبطال بتوقع هي دي قصتهم كل الأبطال في حالة صراع صراع دموي صراع شغل صراع طبقي في طبقات في فساد في بعض أجهزة الدولة كله كله على بعضي كده فساد وبعدين حضرتكم يعني أنا كان لي الحظ يعني أن أنا أشوف أشوف آخر حلقة من الكتر الكلام ده يعني أعم أشوفه طبعا أشوفه أتابع آخر حلقة في آخر بالضبط يعني مش حيز أنا أقول حضرتكم يعني يمكن يمكن في آخر عشرين سنية عشرين سنية البطل في الآخر يعني بعد ما اشتغلوا تلاتين حلقة في مثلا في تلاتين ساعة تلاتين ساعة فساد وتلاتين ساعة عنف وتلاتين ساعة قتل وتلاتين ساعة عدين بيغزوا بيغزوا في أولادنا في عقائد سلبية في تلاتين ساعة في الآخر يروح البطل يقول يعني أنا كان لازم أرجع لربنا ولا أنا غلط ولا أنا ما كانش لازم أمسك أسلك هذا السلوك يعني فأنا غلطان اللي حصل ده كله حصل ده كله غلط طب بعد هي أنت عدت تلاتين يوم تشبع عدت تلاتين يوم تعلم ده في نفس عملت نفس حلقة تدقن ونفس الشكل ونفس كده بتغيرت اسمها على الفيز بالاسم بتاع المسلسل فيه إعلام كوكتيلي فيه إعلام بيعمل خيانة بيخلي الزوج حاطت الزوج في دور الرجل القاسي الوحش والزوجة مظلومة فالزوجة راح تحبيت واحد غير جزهة فخلت المشاهد وخلت أنا وانت وابني وابنك يتعاطف مع الزوجة دي ان هي مع واحد غير جزهة ماشي مع واحد غير جزهة يتعاطف معه ويكره الزوج إعلام ميكس إعلام أمور مغلوطة هقول له حضراتكم من يعني 10-15 سنة 10-15 سنة كان التجوية عارفين حديقة الحيوان التقليدية دي نحن لما نروح حديقة حيوان العادية يعني لا هي مثلا في الجيزة ولا في اسكندرية ولا ولا كده مش عارف في بيات المحافظات في اي حدائق في اي حدائق حيوان يعني لما نروح نلاقي الأسد أو الحيوانات محدودة والناس ماشي عادي بتياكل وتشرب وتتحرك الإعلام الإعلام كان الأول كده من 20 سنة محدود في قنوات تلفزيونية في مجلة أو اتنين يعني كان هو مربوط هو اللي مربوط دلوقتي بيات حدائق الحيوانات يا حدائق مفتوحة تروح حديقة كذا أو كذا أو كذا عندنا عندنا في مصر يعني بعض الحدائق الحيوانية المفتوحة دي الحدائق الحيوانية المفتوحة اللي بيحصل فيها يا شباب اللي بيحصل فيها إن الحيوانات عادي عامل لها بيئة طبيعية الحيوانات في الماشية في الشارع وهنا 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 عادي في أماكن مغلقة طبعا والإنسان هو اللي جوه أفص عاملين العربية العربية مقفولة بالسلك كده والناس اللي تمشي فأصبح الحيوان طليق والإنسان هو هو المحبوس الإعلام الإعلام الطليق الإعلام فلت بقى الخير هو المحبوس والإعلام هو الأكتر تفتح أي قناة تفتح أي موضوع تمسك أي فيز تمسك أي واتس تمسك أي في التلفون تلاقيه بقيم مغلوطة بتتحط حتى القنوات الدينية بتقدم دين هش في برامج دينية تسمعها تقعد كده تسمع على البرنامج وما ما تلاقيش حاجة يعني أصلا يعني ما تلاقيش حاجة ولا هو بيفصر ولا هو بيعلم ولا هو بيسبح ولا هو بيوعظ ولا هو بيوجه فيه حيات كده ما إعلام طليق إعلام طليق إعلام طليق هو بيحط حاجات في قلوب الناس وفي حيون الناس وخلاص فاتكلمنا على التحدي القيم اتكلمنا على تحدي تعدد الدينية اتكلمنا على التحدي إعلام الميكس ده ومفروض صدونا نتكلم فيه كتير جدا لأن ده بيفصد عقلنا وافصد بيوتنا وافصد مجتمعاتنا خلى دخل جواها قيم تاني عمل مجتمعات تاني عمل ناس تاني عندها لمبالاة وناس تاني عندها إباحية خلى الشر والخطيئة مباحين بقيت يعني أعجب يعني شبه عادية وفضلوا شوية صغيرين من الناس من القيم من العائلات اللي محفظة وشوية قليلين جدا اللي الناس بتبص على ما دول الناس مش متحضنين يعني ناس متخلفين مع أنهم هما الصح في اعلانات موجهة للشباب بوصوا لحضراتكم حاجة يعني مثلا يحمل اعلان عن كريم كريم شعر او جل او برفام او سبريج لازم يجيب واحدة واحد يعني واحدة هو حط الاسبريج فالبيت بقى يبصاله كده يعني بيبيع فقال موجه موجه حتى السلعة حتى السلعة اللي بتباع بتخاطب الغريزة حتى السلعة بتخاطب بتخاطب الغريزة وهو حاجة كتير جدا 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 يمكن ايجي وقت نتكلم عنها لكن ده تحدي من دمن التحديات الخارجية اللي بتضغط على الاسرة للاسرة محتاجة ان هي تهدى شوية وتشوفها تحدي كمان رابع وهو تحدي التعليم بيقولوا بيقولوا يعني كده ان التعليم ده بيطلع ناس حافظ مش فاهم انا بقى انا بقى يعني كناصر وكبرنامج بيتك بيتك بيقولك لا التعليم بقى دلوقتي ما بيطلعش واحد حافظ مش فاهم مال بيطلع ايه اقولك انا بيطلع ايه بيطلع واحد كابب لحافظ ولا فاهم واحد كابب لا حافظ ولا فاهم يعني ايه يعني كابب يعني حد كده ايه خد كم كلمة خم خد كلمة عرفهم كبهم يقولك انا خدتهم وذكرتهم النهاردة زكرتهم بكرة مش عارف انبارح خدت مزكرة خدت مش عارفية خدت بتاعه كبتهم في الورقة ولا حافظتهم ولا فاهمتهم عارفين اللي فاهم ده طبعا اللي مفروض عارفين اللي حافظها الحافظها فاضلين معاه حافظهم هم موجودين جواه بس يا ريت حافظهم التعليم التعليم محتاج محتاج ثورة في كل الحاجات على فكرة المناهج محتاجها تعديل جزري كلها على بعضها تتفور يعني اقول لحضراتكم على سبيل المثال انا مش ادد اي مادة لكن مثلا مثلا يعني في حاجات استهلاكية في حاجات استهلاكية بمعنى احنا ما ندرس تاريخ احنا لازم طبعا نعرف التاريخ ايه انا ما بقولكش ما تعرفش التاريخ لازم التاريخ بس بدل ما تدينه تلت حصتين في الاسبوع ادينه حصة او لو انت عايز حصتين ادي تاريخ صح ادي تاريخ حديث ادي تاريخ مؤسسات يعني انا رجعت بعض المناهج في الحياة لمنهج يعني لانا بسيت عليه منهج الستة ابتداء ومنهج تالتة اعدادي التاريخ حلو متكلم على مصر الحديث والثورة وعلاقاتنا بالمؤسسات الاخرى والقضية الفلسطينية ماشي بس فيه فيه مثلا حسس تاريخ دي بتكلم عليه دولة الاموية الدولة الاخشيدية الدولة الفاطمية مش عارف واسباب الحملة الفرنسية ماشي اسباب عشرين سبب طب وضع الدين وبعدين انا مش عارف بقى يعني ايه الولد لما لما تفضل يعني اسبوع تدرسه انه عليه بالكبير في مسبحة العادل مش عارف نط فوق الزور بالحصان وجري طب ما ينط يعني وانا اعمل بايد الوقت لما نط ما بقولش ما تتدرسي لكن ينفع تتاخد كحسس انشطة يعني ينفع تتاخد في النص حتى حصة الانشطة نفسها يعني بيعني حصة العاب العاب خمسة ستة العاب جوال ما لعب بقية العالم ما بيلعبوش طب ما ينفع ينفع مثلا ان يخلي حصة الالعاب دي لكل الانشطة المجموعة اللي عايزة موسيقى تشتغل المجموعة اللي عايزة رسمة العاب رسم المجموعة اللي عايزة حركة العاب حركة المجموعة اللي عايزة كرة تلعب كرة التعليم عايز عايز قصة من اول مولي الامر محتاج تعديل ازاي العملية التعليمية فهمها ازاي يتعامل زي مع المدرس يتعامل زي مع المناجد يتعامل زي مع ابن يتعامل زي مع المذاكرة التلميذ نفسه محتاج ان هو يعرف احترام المدرس ويعرف ان هو بيختز المعلومة عشان المعلومة دي بعد كده هي بتشكل حياته وبتشكل مستقبله وتشكل فكره وبتشكل وظيفته وبتشكل تعليمه لأولاده وبعد كده الأبنية التعليمية محتاجة نظرة والإدارة محتاجة نظرة وكل حاجة في التعليم محتاجة نظرة برضو ده تحدي تاني بيواجه الأسرة فيه كمان تحدي تحدي الثقافة الكونية يعني الثقافة الكونية يعني الناس كلها العالم كله بقى عنده نوع من الثقافات اللي هي مثلا هي التحديث التليفونات فالأب يعيني يجيب تليفون يجيب تليفون لابنه أو لبنته مش عارف بألف بألفين بتلاتة بخمسة الغاتما دلوقتي فيه أرقام فلكية فأرقامة الوقت فالكون كله التحدي الكوني كله السلحة بتعمل شركة التليفونات وشركة الموبايل وشركة مش عارف الكمبيوتر وشركة يعني كل الحاجات التكنولوجي دي كل شوية أحدث كل كم شهر يطلع اصدار تاني اصدار تاني اصدار تاني فالأنا جبته النهاردة بمبلغ يعني يدوب يعني يسوي تقدي بعدها بسنة بقى قديم بقى قديم عايز يتغير فيه تحدي كوني فيه ثقافة كونية برضو تضغط تضغط على الأسرة فتعمل عندها تحديات فيه تحدي مهم جدا عايز أختم بي يمكن وقتي خلص أختم بتحدي الفجوة ما بين الدخل والأسعار في الفترة الأخيرة الدخل بقى ثابت وفيه أنشطة قل والأسعار عادة بتقفز مش بتجري ولا بتنط ولا بتعلى الأسعار بتقفز بنسمع يعني حاجات العادية فول والفلافل والتماطم والخيار والبطاطس الحاجات اللي هي يعني بتاعة الإنسان البسيط بقى لها أرقام فلاكية والأسعار فيه فجوة في الأسرة ما بين الدخل وما بين الأسعار طب الأسرة تعمل ايه؟ الأسرة توفى الأسرة توفى الأم تحاول أن هي توجد بدايل بدل ما فيه حاجات بتشتري جاهزة تعملها في البيت حاجات كتير جدا قصة كتير جدا ناس اتكلمت فيها عندنا مجتمع مجتمع استهلاكي ده تحدث يعني أن كل حاجة نشتري اشتري 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 عايزين أو مش عايزين حتى ولدنا باتبشترو حاجاتهما مش عايزينها نروح مثلا ندخل مول أو سبر ملك او تعايز يشتري وخلاص عندنا تحدي كمان وهو تحدي المفردات الجرحة الكلمات فيه ألفاظ كده يعني هعمل لها حلقة هعمل لها حلقة الوحدي هعمل حلقة الوحدي يعني فيه ألفاظ أنا ولا أقدر يعني ولا أنا قادر أقولها دلوقتي مش عارف يقوله الكومنتي مش عايزة أقول مش عايزة أقول ولا أقدر أكتبها حتى يمكن أعمل لها حلقة وإحنا وإحنا ونصبنا بقى يعني في الموضوع ده هيمشي زي ما فيه مفردات في المجتمع بدأت تدخل مش أخلاقيه فيه حاجات كمان ملهاش معنا بالرغم من كده فيه كمان تحديات إيجابية عايزة أختم فيه فيه تحدي إنه إحنا عايشين في مجتمع إحنا لازم نبقى زيه بقى فإحنا قلنا فيه حاجات ما نبقاش فيه تحدي تاني عشان يخدنا معاه فيه تحدي إنه إحنا عايشين في مجتمع ودود مجتمع مجامل بالرغم من كل اللي قلناه ده بس وانت ماشي وانت ماشي كده لو واحد وقع في الشارع ولا تعب ولا حاجة ولا واحد عربية اتخضطت ولا واحد وقف يغير كوش تلاقي متى واحد يقول له عايز حاجة عايز حاجة عايز حاجة تلاقي الناس في قول في الناس بتحب بعضية الناس بتجمل بعضية الناس مع بعض في الحلوة في الحلوة والوحشة في فرح تلاقي الناس كلها في جنازة تلاقي الناس كلها في عازة تلاقي الناس كلها في مرض تلاقي الناس كلها احنا برضو عايشين من ضمن الايجابيات الجميلة ان احنا مجتمعنا مجتمع مجامل مجتمع عنده مشاعر يعني لما في الميكروبوس نصل ان تركب واحد يقول لك عصامش معايا فلسطين 100 واحد كل الميكروبوس كله يطلع وعايز يدفع اول راجل السواء نفسه قوله لا خلاص مش كما تدفعش لما تلاقى مثلا ولد راكب كده مش عارف اذا قدر حاجات دي لسه موجودة ولا لا ولا لا يعني ولد مدرسة راكب فلسواء ما ارضاش ياخد منه يمكن كان زمان على ايامنا كده ما كنا نركب واحد او بيس ولا ميكروبوس واحنا صغيرين او ترام يعني كان الكمساري ما ارضاش ياخد منه ولا خلاص ادخل يا ابني ادخل يا ابني مش عارف الحاجات دي يعني موجودة ولا لسه احنا كمان عاشين في حاجة حلو عاشين في مجتمع عائلي على فكرة احنا البلاد العربية بس يعني احنا البلاد العربية بس اللي عندنا كده النازع العائلية والقبلية لان ما تحصلان عندي حاجة يعني حلوة وإجلي يعيلتك عن موضوعهم يعني ما يحصل عندي الفرح بقا عائلتي اخوتي وقريبه ولا ادعمة ولا ادخل ولا ادخلت وابص لان عندنا النازعات العائلية والقبلية دي حاجة حلوة جدا حاجة حلوة جدا عندنا تحديات يعني نقدر نتغلب عليها وعندنا تحديات لازم نعملها انا بشكركم جدا جدا كده خلصنا كده خلصنا سلسلة التحديات اللي اتمنى اتمنى ان احنا نكون صنفناها هتمنى نكون صنفنا هتمنى ان احنا نكون وصلنا الاستفادة نتقابل معا يوم الثلاثة اللي جاي واشوفكم على اخير بيتك بيتك هو من ورى الرب المكت الهنى الشارة كنيسة عيشة بجت بيتك بيتك هو سيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد بيتك هو منارة الرب المكت في الهنى اشارة كنيسة بجت بيتك هو سيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد في بيوتنا عيشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع هدفنا مبدو واسمو وحدو نبقى مثلو للربوع في بيوتنا عيشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع هدفنا مبدو واسمو وحدو نبقى مثلو للربوع في بيتنا خوبة صلاة الله سك اليات محسوبة تست حدنالك محبوبة، بالصعاب تمسح دموع بيتنا يا ربي بيتك اشتركوا في القناة